صباح الخير أول شيء لماذا فعلا أو كيف نجح ولي العهد محمد بن زلين بأن يحول هذه القمة إلى قمة تاريخية صار لنا يومين عم نتحدث عن وجود السوري اليوم في هذه القمة ولكن في الساعات الأخيرة استجد أمر مهم وهو وصول الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى جدة لكي يكون ضيف شرف السيد عبدالوهاب ليش ليش الرئيس زيلنسكي اليوم بالقمة في مناخ دولي وشعور لدى الدواء الدبلوماسية سواء في الغرب أو عند العرب بأن السعودية تستعد لدور قيادي في منطقة سواء لمعالجة الأزمات العربية أو للمشاركة في أيضا حل الأزمات الدولية سبق للسعودية أن تقدمت بإفكار من أجل التدخل في السراع الأوكراني الروسي لابد أن الدول الكبرى حفظت نوع من مقعد للسعودية في أي مفاوضات أو أي محاولة لبدء بحل مسألة أوكرانيا السعودية استطاعت بوقفها على الحياة ما بين أمريكا وروسيا وانفتاحها على الصين هذه الخطوط رشحتها لدور دولة لابد أنه يظهر وخصوصا أنه كلها في أزمات السعودية حاليا ليست في أزمة مالية بالعكس أنه كلهم بحاجة إليه بس كيف يمكن أن تلعب دور المملكة العربية السعودية في حل هذا النزاع بين أوكرانيا وروسيا وخصوصا وأنه مبارح كان في بعض الصحف العربية تحدثت عن اعتراض عن لماذا اليوم زلنسكي حاضر في قمة عربية وكيف أجابت المملكة على هذه الاعتراضات؟ يعني لم تتخذ موقفا ضد أوكرانيا ولم تتخذ موقفا مؤيدا ومنحازا لروسيا وفي أي وقت هناك فرصة سواء بتقديم مساعدات كبيرة مساعدة 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا أو إذا كان هناك عرض من الرئيس زلنسكي أن يحضر فلماذا لا؟ لأن هذه الزيارة لن تقدمونها تؤخر في الصراع الأوكراني الروسي لكن كما قلت هي لن تكون صانعة الحل في أوكرانيا لكن هناك يريدون شركاء لابد من أن يكون هناك إعادة أعمار لابد أن يكون هناك من انهار الاقتصاد في أوكرانيا فكل هذا يحتاج إلى استثمارات وأعتقد أن السعودية تستطيع أن تقدم مثل هذه المساعدة هل صحيح سيكون هناك ممثل عن الرئيس الروسي في القمة أيضا؟ شفنا نائب عن الرئيس الروسي في القمة في اجتماع الوزراء الخارجية كان عم بيجول وعم يلتقي عدد من وزراء الخارجية هل صحيح أنه مع وصول الرئيس زلنسكي سيكون أيضا حاضر نائب عن الرئيس بوتين؟ ما عندي المعلومة لكن مش أول مرة يكون فيه مندوب ومش أول مرة الرئيس الروسي يوجه رسائل رسالة إلى رئاسة القمة وعادة تزاع وبالتالي ليس مستبعدا أن يكون هناك مندوب روسي أحضر لكم ماذا عن المقررات اليوم في المقررات والتوصية التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب تم ذكر القرارة 2254 المتعلق بسوريا وتم ذكر نتائج اجتماعات عمان وشدة هذا الكلام ماذا يعني؟ هل يعني أن سوريا اليوم دخلت فعلا مصار الدولي لإنجاز الخطوات المطلوبة منها؟ لا النظام السوري لم يدخل بعد لكن هناك شرط عربي عليه أنه الوجود في الجامعة لا بد من أن يكون هناك مراعاة واحترام للقرارات الدولية حرصت الدول التي مهدت لعودة سوريا حرصت على أن تبقى قريبة من الأمم المتحدة ومقراراتها لكي لا تستفز الدول الغربية صحيح أن هناك نوع من هدنة أعطية للدول العربية أنه خدوا أدكم حنشوف شو ممكن النظام يتجاوب فبالتالي ذكر 2254 القرار هو ضروري لأنه لا يمكن أن تعالج المسألة السورية بمعزلا عن هذا القرار ليس هناك مبادرة عربية أو حل عربي جاهز لكي يلغي 2254 فبالتالي المسألة متوقفة على سلوك النظام وليس على قرارات القمة العربية فقط ماذا عن لبنان؟ اليوم لبنان حاضر وشفنا في عدد من البنود المتعلقة باللبنان والفقرات يعني تحت العنوان اللبناني الدعوة إلى انتخاب رئي جمهورية وحكومة تشكيل حكومة وأصلحات اقتصادية برأيك لهذه القمة هي ستؤثر فعلا على الاستحقاق الرئاسي اللبناني أو لا نحن سنبقى في فراغنا؟ كنا نعرف ولا نزال نعرف أنه ليس موضوعا أساسيا أعتقد بأن هناك أولوية للسودان ومن بعدها لسوريا وحتى بالكلام الذي سمعناه في اليومين الأخيرين يعني حتى ليبيا أبل بالنسبة لللبنان أصبح هناك خريطة طريق يعني لا يستطيع الخارج أن يفرضها هي مطروحة على اللبنانيين وأصبحنا نقلنا نعرفها اتخاب رئيس حكومة زاد كفاءة تستطيع يعني تنفيذ الإصلاحات لكن الموادرة يأجب أن تأتي من الداخل ونحن نعرف الداخل كيف هو مكبل بالانقسامات أو بإرادة يعني بشكل أساسي إرادة القوة المهيمة حزب الله فبالتالي لم يخترعوا شيء بالنسبة لللبنان أو لم يبتكروا شيء جديد بالنسبة لللبنان الحل موجود في لبنان لكن لا يوجد مبادرة من الداخل بس عن موضوع حزب الله تحديدا بدأ لافت جدا في هذه القمة التهديئة اليوم بعد التقارب السعود الإيراني هناك جو جديد ولغة جديدة تتحدث بها القمة وتحديدا المملكة العربية السعودية إذب البند المتعلق بلبنان في بند بيقول أنه يحق لللبنانيين الدفاع ومقاومة إسرائيل بطرق المشروعة بالوسائل المشروعة يعني مثل كأنه في تكريس لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان لا لا أنا أعتقد بأنهم التركيز على القوة الشرعية حقيقة طبعا في تهديئة بالنسبة لحزب الله يعني كانوا في السابق يتحدثون ولو تلميحا نظمة إرهابية في سنة 2016 أو أنه يقولوا الأجهات خارج الدولة أو شيء من هالنوعية نعم اليوم بعد ربما حاليا غيروا اللغة غيروا اللغة بالنسبة ل غيروا اللغة بالنسبة إلى سوريا أيضا فبالتالي من الطبيعي أنه حاليا يكون في مرحلة تهديئة نعم شكرا لك سيزة عبد الوهاب بدرخان أهلا وسهلا بك المحلل السيازة